بعد ثمانية أشهر من الحرب في أوكرانيا بات صراع على أشده في الجنوب وبالتحديد في مدينة خيرسون ذات الأهمية الاستراتيجية فبحسب آخر التطورة أعلنت كييف استعادتها ثمانية وثمانين بلدة من القوات الروسية في منطقة خيرسون فيما تقوم السلطات المحلية الموالية لروسيا بإجلاء آلاف المدنيين ضغط متواصل تمارسه القوات الأوكرانية مستهدفة طرق إعادة الإمداد عبر نهر دينيبرو جسر أنتوني فيسكي الرئيسي والذي يصل شبه جزيرة القرم بخيرسون تعرض لقصف الأوكراني بحسب المتحدث باسم قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا قصف خلف بحسب الإدارة الموالية لموسكو قتلى في صفوف المدنيين الضربات الأوكرانية ليست الأولى التي تستهدف جسر أنتوني فيسكي حيث بات غير صالح للعمل مما دفع السلطات الروسية إلى إقامة معابر للعبارات والجسور العائمة لنقل الإمدادات إلى القوات الروسية في خيرسون في المقابل وبعد أن اتهم الرئيس الأوكراني فلودي ميرزيلنسكي موسكو بالبدء بالتلغيم سد نوبا كاغوفكا خرجت موسكو لتكذب تلك الأنباء جملة وتفصيلا هذا وتعتبر خيرسون الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية من بين أغلب المناطق التي ضمتها موسكو إذ توفر السيطرة على كل من الطريق البري الوحيد المؤدي إلى شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا وكذلك مصب نهر دنيبرو الذي يبلغ طوله 2200 كم ويقسم أوكرانيا إلى شطرين من ناحيتهم يؤكد الانفصاليون المولون لروسيا أنهم يعملون على تحويل المدينة إلى حصن لتقوية دفاعتها